الحمد لله وصلت� наверed, والسلام على رسول الله استنف ان شاء الله الجزء الخامس من حضرات النوب CHEERING كنا نحكي في تمام تمام مراه بداعيدها مرة تانية لانو هذه مهمة جدا ومواضع اسئلة ومش مشروحة كويسة في الل pegamento الآن كنا نحن كنا كي فعنا كنا normal cell acquired Additional أو ممكن Double Inherited Mutations تمام؟ environmental agents chemical radiation viruses صار عنا DNA damage DNA damage إذا صار له repair رجعت normal cell ما فيش أي مشكلة يظر مدخلك شر لكن DNA damage ضل تمام؟ failure of DNA repair هصير عنا إيش؟ بدأ عنا عن نسل transform حصار فيها genetic mutation تمام؟ على فرض مثلا نحن نعتبر أن mutations in the genomic therapeutic cells بدت عنا activation of growth promoting oncogenes بدأ عند activation الخلايا المسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن proliferation تمام؟ بدأت تعمل proliferation تمام؟ الآن بما أنه proliferation صار عند uncontrolled لكن حتى الآن الجينات تبعت tumor suppressor genes شغالة والجينات المسؤولة عن الأبوبتوسة شغالة فقدما تعمل proliferation هيجي هذا يعملها كوابح وهذا يعملها كوابح فبالتالي هيكون عندنا proliferation ضعيف رغم أنه uncontrolled يعني ما فيش ما فيش شي إيش لحتى الآن شغال حتى بدون ما يستنى growth factors تبعت اللي برة تمام؟ بدون ما يستنى growth factors تبعت اللي برة صار عند activation of growth promoting oncogenes تمام؟ الآن عملت أول جيل تاني جيل اللي فيه إيش؟ اللي فيه transform cell اللي فيه mutation تبعت أول أول cell اللي هو أول cell mutation صار فيها activation of growth promoting oncogenes في الجيل الثاني أو الثالث بدت تكتسب صفات جديدة عملت inactivation of tumor subesor genes عملت inactivation of tumor subesor genes هنا صار عندنا إيش؟ صارت عندنا الكوابح قلت الفرامل تبعت proliferation صارت أقل حدة ضل عندنا بس الأبوبتوسيس فبالتالي لحتى الآن برضو الـ proliferation يعتبر نوعا ما ضعيف لكن أقوى من قبل نوعا ما ضعيف لكن أقوى من قبل تمام؟ بعد هيك عملت كمان أنظر generations تمام؟ ظلت تتكثر تاخد صفات جديدة بعد هيك أخذت كمان إيش؟ عملت alterations عملت mutations في الجيلات المسؤولة عن الأبوبتوسيس إحنا قلنا جماعة الأبوبتوسيس طالما في abnormal proliferation it will induce الأبوبتوسيس للخلايا الجديدة فبالتالي هيكون عندنا القدرة على كبح الخلايا هذه الجديدة بيكون ضعيف لكن متى ما صار عندنا متى ما صار عندنا طبعا متى ما صار عندنا اللي هو alterations in the gene الأبوبتوسيس تمام؟ صار عندنا unregulated cell proliferation صار عندنا activation of growth promoting incogenes هذه اللي هي الصفة الأساسية اللي صارت اللي موجودة في كل الخلايا فيما بعد بعد هيك الجينات الجديدة الجينات الجديدة صار فيها activation of tumor subversal genes وصار فيها alterations in gene regulate apoptosis تمام؟ صارت عندنا إيش؟ الطريق ممهد نحو إيش؟ التكاثر السريع بدون كوابح صارت الطريق ممهد للتكاثر السريع بدون كوابح فصار عندنا unregulated cell proliferation and decreased apoptosis تمام؟ المحصلة هيكون عندنا إيش؟ clonal expansion هتبدأ الخلايا تزيد بشكل مضطرد بشكل كبير طبعا قلت الخلايا اللي بدأت تزيد هذي بدها برضو لحالة ما بتكفي إنه بس الكوابح والخلايا تكون شغالة إنه هذي الخلايا الجديدة اللي بدها تتكون بدها بدها nutrients بدها جديدة فبتبدأ تاخد شوية شوية تكتسب additional mutations المسؤولة مثلا عن تحفيز الانجوجينيسيس كمان شوية برضو برضو لما صارت عددها كبير صارت أكثر عرضة لا مين؟ أكثر عرضة للمناعة تبعة الجسم تمام؟ صارت أكثر عرضة للمناعة تاعة الجسم فبالتالي ما صارت أكثر عرضة للمناعة تاعة الجسم المحصلة إيش صارت؟ المحصلة صارت إيش؟ برضو بدها صر لها كبح للجماح لهذه الخلايا بالتالي بتبدأ عنا another mutations في المسؤولة عن العلاقة مع الاميونيتي فصارت صارت عندنا قدرة على الاسكيب الاميونيتي صارت عندها صارت مور أغريسيف صارت أشرس تمام؟ بصير عندنا في هذه الحالة بصير عندنا هو اسمه تيومر بروغريشن تيومر بروغريشن صارت الخلايا عندها قدرة أكثر صارت مور أغريسيف لسرسبونسيف تيومر سبريسور وإميونيتي كل حاجات اللي ممكن تطبط صارت لسرسبونسيف لإلها وصار عندنا الوال فلي بلون كانسر الماليقنات نيو بلازم اللي صار عنده قدرة على الانفاجين وقدرة على الميتاستس وتصير أقوى مع الزمن هاي مثلا عندنا هادي مثلا مثال على حالات الكولون كانسر على حالات الكولون كانسر كيف الملتستيب بروسس عندنا أنا مثلا هادي ميوكوزة نورمال ميوكوزة ما فيش فيها ولا إشي تمام نورمال ميوكوزة ما فيش فيها ولا إشي تمام ممكن بعدك تبدأ تكتسب صارت فيها مثلا هادي ميوكوزة تحت الميكروسكوب نورمال لكن مثلا على مستوى الجينو تايب بدت بدت تكتسب صفات لكن حتى الآن صفات ضعيفة بدت ايش اكوير الميوكوزة مثلا تمام الميوكوزة الميوكوزة اللي هم مثلا ABC جين واحد من الجينات هذي مش نحكي عنه تمام بعد هيك بدت تكتسب another الميوكوزة ABC بيتا كاتينين تمام بعد هيك أخذت كمان الميوكوزة لحتى الآن تحت الميكروسكوب مش واضح إشي لما اكتسبت الميوكوزة التالت صارت صارت فصار عندنا بدت تتبين عليها تحت الميكروسكوب بدايات اللي هو البريماليجنانت ليجنز بدايات البريماليجنانت ليجنز بعد هيك أخذت كمان ميوكوزة صارت ايش صارت اكبر لكن حتى ما عملت فل بلون كانسر بعد هيك أخذت كمان كمان ميوكوزة لغير أخذت هذه مع عدة صارت عندها قدرة على وبدت تعمل الفل بلون كانسر هاي صورة على عن نورمل سل صار عندنا صارت عندنا خلية فيها جنيتك ميتيشن واحدة فصارت عندنا ترانسفورم سل ترانسفورم سل هذه أعطت خليتين الخليتين هدول ايش صار فيهم فيهم نفس الميتيشن اللي هنا تمام بعد هيك الخليتين هدول أخذوا كمان ايش اخذوا كمان جديدة أعطت الخليتين هدول أعطوا ايش اربع خلايا خليتين فصار خليتين أعطوا اربع خلايا برضو أخذت صفات جديدة والخلايا هدول برضو ايش أعطوا كمان خلايا برضو أخذت صفات جديدة في الطريق الخلايا اللي ضعيفة بتموت والخلايا القوية بتضن شغالها بتضل ايش شغالها وبتاخد more and more mutations تمام more and more mutations المحصلة ان هي ايش هيصير عنا هيصير عنا tumor كل هدول الخلايا فيهم tumor الاساسية اللي موجودة في اول خلية تمام mutation الاساسية بالاضافة لanother mutations اللي اكتسبتها during tumor progression تمام لغاية ما يوصل عنا cancer موجود في ملايين الخلايا الcancer اللي فيها genetic mutation الاساسية اللي موجودة في اول خلية لكن بتلاقي خلايا تانية بتلاقي خلايا موجود فيها الجينات تبع الانفاجين خلايا موجود فيها خلايا تبع الحالات اللي مسؤولة عن التعامل مع immune system خلايا موجود فيها المسؤولة عن proliferation خلايا مسؤولة عن metastatic تمام فبكونوا عنا فعليا heterogenic tumor لكن في الاساس monoclonal بدأ من خلية واحدة المutation اللي صارت في اول خلية موجودة في كل الخلية اللي فيه ما بعد لكن الخلايا اللي فيه ما بعد موجودة جزء كل جزء كل جروب من هذه الخلايا متخصص في واحدة من صفات الكانسر فأعطتنا cancer يكون في خلايا فيها عدة mutations تمام خلية بتلاقي فيها mutation تبع metastatic خلية فيها لكن المutation الاساسية اللي على اساس تحولت الخلية موجودة في كل الخلايا لهم ماكسب cancer نبدأ نشرح الآن إن شاء الله الموجودة في كل cancer cells اللي هي هذه اللي بتكون اللي هي لما بتوصل الخلية اللي عندها قدرة علىها تصير cancer cells ويكون فيها كل هذه الخلايا transform cells بتكون مخدة واحدة منهم بعد هيك مع تبدأ تكتسب الصفات التانية تبدأ تكتسب الصفات التانية تبدأ بواحدة منهم بعد هيك شوية شوية تبدأ تكتسب باقي الصفات لغاية ما تصير إيش لما تكتسب كل هذول الصفات بصير عندها قدرة على الانتشار عندها قدرة على الانفاجين عندها قدرة على الميتاستاس تمام يبقى عندنا صفات الكنسر صلف سفيشان قدرة على إنها تدبر حالة من حالة في موضوع الاندكشن مش محتاجة غدد مكهية حفز الغدد نفسها تفرز بدون الفيسيولوجيكال ريسبونس الطبيعي في الوضع الطبيعي صار في حاجة بصير عندنا اندكشن ما فيش حاجة بروح الاندكشن هذا الوضع الطبيعي تمام لكن عندنا صارت عندها قدرة أكبر رقيتنا نفصلهم تمام سيجنال سفيشانسي اني جروف سيجنال المقصود ملاش دعوة هي عندها قدرة على إنها إما تفرز بنفسها أو تحفز غيرها يفرز بغض النظر عن النورمال فسيولوجيكالي بروسيس العادية نورمال فسيولوجيكالي بروسيس العادية والله صار في حاجة لبروليفراشن بتطلع growth factors بروح على الخلية بحفزها بصير البروليفراشن راح الحاجة بيجي تومر سيبرسورجين بيخف بيثبطه البروليفراشن بترجع على مرة طبعتها لكن في خلال الكنسر لا ملاش دخل هي عندها قدرة على إنها إيش إنها the mechanisms that give cancer cells the ability to proliferate can be grouped in their load in the growth factor induced signal transduction cascade and cell cycle regression هل قيت أحكيها تمام؟ المقصود يا جماعة إنه هنا يصير عندها قدرة هذه الخلايا يصير عندها قدرة على إنها تعمل growth لحالها يصير عندها قدرة تعمل إيش growth proliferation لحالها تمام؟ طبعا البروليفراشن تحفيز البروليفراشن بيصير بيصير معدة ميكانيزم تمام؟ الميكانيزمات تبعت the growth كيف بصير the mechanism that give cancer cells the ability to proliferate المقصود في الميكانيزمات بتعطي القدرة لخلايا الكنصر على إنها إيش على القدرة على التكاثر تمام؟ كان بنقدر نجمعهم بنقدر نقسمهم grouped into their role in growth factor induced signal transduction cascade and cell cycle regulation المقصود عنا كيف بصير عنا إيش كيف بصير عنا اللي هو growth signal في العادة growth signal كيف بصير لما بصير عنا مثلا وضع الطبيعي خلية بصيرها proliferation كيف بصير عنا بصير عنا بيجي عنا growth factor وين بروح بروح على receptor تمام؟ growth factor أجا بروح على receptor بصير بيبعث ايش بيبعث signal transduction بيبعث signal transduction protein أو مسنجر بروتين لمين لني نيوكليس بروح على نيوكليس بعمل بحفز transcription factor تبعت proliferation transcription factors هذي بتحفز cell cycle بتمشي بيبدأ عنا proliferation بيبدأ عنا proliferation كمان مرة كيف عنا بصير proliferation في أي خلية سواء كان خلية طبعية أو خلية سرطانية اللي هو sequence events that characterized normal cellular proliferation ايش هو؟ بيبدأ growth factors بروح وين؟ بروح على receptor receptor ايش؟ بصير عن confirmation change زي ما أخدته في cell biologي تمام؟ لما بصير عن confirmation change في cell receptor نتيجة growth factors يرتبط معه بيبعث signal بيبعث اشارة أو بيبعث second messenger لوين بيبعث هم؟ بيبعث من نيوكليس في نيوكليس هناك بتحفز نيوكليل transcription factors المسؤولة عن تحفيز ايش؟ لما بصير activation هتحفز ايش؟ هتحفز السيل سايكل انها تمشي هتدخلها مثلا من G0 لل G1 أو تخليها شغالة على طول G1 G1 S phase G2 M phase تمام؟ بيخليها تخليها ايش؟ انها تصير ايش؟ proliferation بصير لها ايش؟ proliferation فالمقصود هنا يا جماعة genes encoding for genes المسؤولة عن self-sufficient and growth signals ممكن يكون عندنا mutation على مستوى اي واحد من هدول مثلا لما اجي احكي هنا growth factors بتصير خلايا السلاطان عند قدرة على انها تفلز growth factors لحالها تمام؟ او انها تحفز le stroma او another organs انها تحفز growth factors بغض النظر عن الفيسيولوجي سلسير في سرسيبتور ممكن هذا السلسير في سرسيبتور تصير تشتغل لحالها تمام؟ تصير تشتغل لحالها او بدل ما كان الاساسي هذا بيشتغل على عشرة growth factors ممكن على واحد او نص growth factor انها تشتغل تمام؟ فبالتالي صارت تمام؟ ممكن صير عنا صير شغالة لحالها بدون حتى موجودة ولا حتى لو ما اجيش ال growth factor وارتبط مع نتيجة معينة تمام؟ ممكن نتيجة في التثبيت طبعة بعدين بعدين برضو نيجة تصير شغالة لحالها بدون ما حتى تستنى كل الخطوات اللي قبل تصير عنا تصير شغالة متated وصير شغالة without the need for growth factors بعدين برضو ممكن يكون لدينا مستوىهم يؤدي على ان السيل سير شغالة without induction of proliferation كمان مرة جماعة اللي هو insensitivity to normal growth regulators بتصير شغالة لحالها تمام؟ على مستوى الكاسكيد تبع على مستوى الproliferation cascade اللي هو growth factor cell surface cell surface receptor signal transaction proteins or second messenger proteins nuclear transcription factors and cell cycle proteins most common oncogene is rass oncogene mutation احنا بنعرف most common بس جماعة بدناش مش هدخل معاكم في التفاصيل لكن على الأقل بنعرف الأسماء الأساسية لما أجي أحكي most common oncogene is rass oncogene mutation rass oncogene mutation تمام؟ بيبقى growth oncogenes or dominant genes في العادة بتكون هذا growth oncogenes مقصود فيها الجينات الصحيحة النonimutated المسؤولة عن proliferation تمام؟ هذه بتكون under control متى ما صارت mutant بنسميها إيش oncogenes فالoncogenes كتسمية it is a mutated proto-oncogenes يبقى oncogenes إيش معناها؟ mutated oncogenes بتعطي حالة تسمى oncobroteins اللي برودكس تبعتها oncobroteins اللي بتحفز proliferation without without regulation without regulation زي ما حكيت ممكن تكون عمستوى growth factors cell surface receptors signal transaction proteins أرسا كان messenger proteins nuclear transcription factors and cell cycle البروتين لدينا رقم تنين اللي هو cancer cypressor genes cancer cypressor genes هي growth inhibitory pathway اللي هو المقصود لدينا كيف الجينات المسؤولة عن تصبيت proliferation في الوضع الطبيعي في عنا اتنين رئيسيات رح نحكي عنهم في عنا اللي هو الريتنوبرستوماجين أو الاربي جين اللي بنسميه governor of the cell cycle هو حاكم cell cycle governor of the cell cycle وفي عنا البي 53 اللي هو إيش اللي هو guardian of the genome guardian of the genome هدول مهمين جدا نعرفهم هدول عبارة عن إيش عبارة عن cancer cypressor genes كمان مرة يبقى the most common oncogene rassum mutation مش هدخل بتفاصيل كيف بيشتغل تمام نيش الان على retinوبرستوماجين في عنا the most common tumor cypressor genes اللي هما ايش الاربي جين retinوبرستوماجين وان بي 53 هداك منسميه governor of the cell cycle هدا منسميه guardian of the gene اللي هو حارس الجينات او حارس المادة الجينية تبعت الجسم هدا regulated cell cycle anapeptosis هدا regulated cell cycle هدا الاربي جين هو اللي بكون واقف على G1 as phase checkpoint تمام الانتي growth signals can prevent cell proliferation by several complementary mechanism كيف ممكن هادي اللي هو tumor cypressor genes في الوضع الطبيعي كيف انها ممكن انها can prevent cell proliferation ايش الميكانزمات يبتشتغل عليها عشان تعمل prevention للسيل proliferation في عنا عد في عنا ثلاث ثلاث ميكانزمات اول ميكانزم اللي هو ايش the signal may cause dividing cells to enter the G0 تمام المقصود فيها ان الخلية هادي احنا بنعرف جماعة ازا ما اخدنا في ال cell cycle في الشبتر اللي قبل انه اذا دخلت في ال G0 صارت في الخمول تمام فبالتالي لتومر cypressor genes عشان عندما خلص ان مثلا احنا صار عندنا حاجة proliferation خلصت الحاجة هادي بدأ خلص تتوقف فبتدخل الخلايا هادي في ال G0 بتدخلها ايش في ال G0 ميزة ال G0 جماعة يسميها quotient state المقصود فيها في الوضع الخامل انه فيما بعد لو صار في حاجة تقدر تدخلها من G0 إلى ال G1 يعني عنده قابلية انها صار ال G0 فيما بعد لكن في الوضع هذا خلص خلصت الحاجة فبالتالي تومر cypressor gene دخل الخلية في ال G0 في ال G0 ممكن في بعض الأحيان في بعض الأحيان ممكن يعمل حاجة اسمها يدخلها في non-replicative senescence بتكون permanent state هادي لو اجا فيما بعد اندكشن بتقدر تصيلها لكن السينسانت لا خلص بدخلها في ال permanent cell cycle arrest مفيش مجال حتى لو بدك تدخلها ما راح تدخل حتى لو جاء اندكشن فالمقصود هنا هذا الميكانزم التاني ممكن يدخل خلية في ال post-mitotic differentiated pool في ال post-mitotic differentiated pool and lose replicative potential تمام ببقى لنا replicative senescence permanently cell cycle arrest الميكانزم التالت ممكن 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 يود الخلية باتجاه الابوكتوسس يحفز يوديها يحفز الجينات تبعة الابوكتوسس تمام على فرض الابوكتوسس مش شغال ما راح تصير الابوكتوسس تمام يبقى عنا الanti growth mechanism anti growth signals او اللي هو الجينز المسؤولة عن عن التومر سابرسور جينز بتشكل على تالت ميكانزمات اما الدخل الخلية في الجيزيرو ستات او الدخل الخلية في non replicative senesans يخليه خلص يعني permanent cycle arrest في post-mitotic differentiated pool تمام ما فيش عنده قدرة على البرولفليشن خلص يعني الخلية بتمارس حياتها لغاية ما تموت وبتموت خلص بدون ما عنده قدرة على البرولفليشن حتى لو جهة الاندكشن او ممكن يوديها باتجاه ايش باتجاه الابوكتوسس تمام المقصود انه بتحاول تشتغل على هدول التلاتة ميكانزمات على اساس انها تحاول تكافح الكنسر اذا كانت والله مش شغالة هيكون عندنا هدي الميكانزمات مش شغالة فبالتالي ممكن انها تبطل تقدر توديها على الابوكتوسس حتى لقل الابوكتوسس شغال تبطل تدخلها في السنسنت ستيت او الوكوسنت ستيت الان نحكي على الاربيجين وعلى البيفت ثري بشكل بسيط جدا تمام الاربيجين هو في العادة بوقف السل سايكل في العادة ايش مقصود فيه بوقف السل سايكل is directly or indirectly activated in most of human cancers for most of human cancers هتلاقي اما يكون هو نفسه مش شغال او ممكن يأثر على الاشياء اللي ممكن انها تعمله inactivation بشكل direct هو نفس يكون مش شغال او اي اش يتحكم في الاربي اذا صار في موتيشن هي اعمل نفس موتيشن كنه في الاربي بيعمله بشكل غير مباشر المقصود المؤثر على الاربي ممكن يصير فيه ريتنوبلستومة ريتنوبلستومة نحللها ماذا قلنا احنا بلاستومة تيومور of fetal origin ريتنا اللي هو الشبكية من اقصود الورامي اللي بصير في شبكية العين وبصير في الاطفال اكتر اشي وبصير في الاكبار بس بصير في الاطفال اكتر اشي تمام قولد RBG أو رتنبلستوماجين RB mutations can be seen in several tumors مش في كتير من التيومرز ممكن نشوفه أهمهم small cell carcinoma of the lung في breast cancer and bladder cancer الأمثلة جماعة مهمة ومطلوبة تمام RB mutations can be seen in several tumors أهمهم small cell carcinoma of the lung breast cancer and bladder cancer مقصود urinary bladder cancer تمام control of the cell cycle هو إيش بعيش بشتغل الRB بشتغل على ال G1S phase checkpoint G1S checkpoint في السيل سايكل إيش رحناها مش أشرحها مرتين يعني تمام كمان مره جماعة الRB gene negative regulator of the cell cycle في معظم تمام 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 أهم إيش بنشوفه في من أهمهم وين بشتغل control the cell cycle control the cell cycle at the G1S checkpoint الB53 يا جماعة it is a negative regulator of the cell cycle بالإضافة لأنه بحفز الأبوبتوسس كمان وبحفز الDNA repair 70% of the tumors show homozygous loss of V53 هو it is the commonest tumor the common suppressor and commonest gene mutation in human cancer so the most common gene mutation في الكنسر بشكل عام و the most common tumor suppressor gene تمام موجود تقريبا في 70% of the tumors 70% of the tumors تمام بنسمي guardian of the genome or policeman ليش لأنه بسمي هيك لأنه في الوضع الطبيعي ما يكون شغال preventing genetically damaged cells from progressing through new cell cycle وأده بظيفته إنه يحمي الخلية اللي بكون فيها damaged material إيش بسوي هو إما بحفز الدعنية repair وإذا ما ضبط الدعنية repair بحفز الapoptosis بحفز إيش الapoptosis أو السنسنس على الأقل أو السنسنس كيف بشتغل بففتي ثري suppressor neoplastics transformation اللي بكون شغال طبيعي طبعا باي ثري interlocking mechanism عن طريق 3 mechanismات اللي هما حكناهم قبل شوية إما يبعمل activation or temporary cell cycle arrest اللي هو quescent state quescent اللي حكناها يعني ممكن يدخل خلية في الجي زيرو تمام لغاية ما تتصلح لجنتك materially تمام أو ممكن ممكن يعمل induction or permanent cell cycle arrest اللي هو السنسن اللي حكناها كمان شوية قبل شوية تمام أو ممكن بعض الأحيان يعمل triggering or programmed cell death ممكن يحفز الapoptosis تمام يبقى بشتغل على الثلاث من كنزمات هدول واحدة أو أكتر منهم اما activation or temporary cell cycle arrest أو induction or permanent cell cycle arrest or triggering programmed cell death in addition B53 induces the expression of genes DNA repair بالإضافة لكمان بيحفز الrepair زي ما احنا شايفين هنا action B53 لما تكونش خلية شغالة تمام B53 شغال فيها normal cell normal B53 صار عندنا DNA damage لأي سبب كان تمام B53 accumulates بيبدأ B53 يعلى تمام ويرتبط مع الـ DNA إيش راح يسوي راح يحفز الأول إش ممكن يدخل خليها في خلاص حتى لو كانت يعني بحاول أول إش هو إيش يحاول يحفز اللي هو الـ DNA repair transcription independent and independent effects on targets أول إش بحفز الـ DNA repair عن طريق الجاد 45 هذا تمام والله حفز الـ DNA repair تمام برجعت الخلية تمام خلاص بتمارس حياتها طبيعية والله ما زبط الـ DNA repair ممكن يدخلها إيش يدخلها في sinicence تمام أو يعملها مثلا بعض الأحيان ممكن يعملها إيش يعملها قويسنس خاملة طب بـ 53 مششغال صار DNA damage تراكمة DNA mutations no cycle arrest no DNA repair صار عندنا إيش expansion and additional mutations أدت لـ malignant tumor